تحياتي و أهلا وسعلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنموعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى و عشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها حلقة اليوم بعد تأهل تشيلسي على حساب أتلتكم أدريد و كثير بالفترة الأخيرة عم بسأل نفسي بعد بعض التقلبات اللي صارت لنجوم كنا نتوقع أنهم عم بيفشل و عم بيخرجوا من دائرة الوياجهة ولكن بيجي مدرب برجعهم كم لعب كرة قدم بآخر عشر سنين جاء وتوقعنا منه شيء ثم ضاع وأصبح مجرد لعب سرنا نسميه أوبر ريتت أو خيب اللي يظنوا هذا الكلام و كان فعليا هو لعب ممتاز بس ما يجانه المدرب اللي يناسبه هذا السؤال رجع تعزز عندي اليوم كثير بعد لقاء تشيلسي كم لعب من لعبة تشيلسي بالفترة الأخيرة مع لنبرد من السفقات الجديدة كانوا الناس يتكلموا أنه والله الصفقة غير منطقية و ما إلها مكان وكل هذا الكلام ثم جاءت وخير وقال والله هذا الفريق بيوسع الجميع ومش بس هيك بيخليهم يلعبوا بشكل ممتاز فردا فردا لعب لعب الجميع بتشعر أنه مهم بتحتار مين فيهم أهم مباراة بتفتح كثير أسئلة على مستقبل سيميوني مباراة بتفتح كثير أسئلة على أهمية أنه اللاعبين يفكروا بالمدرب اللي بندربهم قبل ما يفكروا بالنادي اللي حيلعبو له حدخوا نحكي عن اللقاء بالتفصيل المش ممل بس كان عادي بذكركم وانتو بتحضروا الفيديو تتركوا لايك عليه لو عجبكم ولو ما عجبكم تتركوا لايك أيضا لأنكم إصحابي من الدقيقة الأولى ظهر وكأنه سيميوني شعر في اللقاء الذهب المشكلة كانت بشكل الفريق فذهب إلى 4-4-2 وربما هذا كان مؤشر أنه سيميوني مش كثير مدرك الفارق اللي ظهر في لقاء الذهب من حيث استراتيجية كرة القدم واسلوب كرة القدم اللي تفوق عليه تشيلسي فيه فشفنا عم يلعب بـ 4-4-2 وبيعطي فليكس و سواريز يكونوا المهاجمين في الأمام بالمقابل كنا عم نشوف 3-4-2-1 المعتادة مع تشيلسي ومع توخيل فريق ما غير خطته لأنه مش محتاج ولا مضطر هذه الخطة اللي ماشي تمام من أول يوم جاء فيه المدرب الألماني ومن أول النقاط الحسم في سراع اللقاء اليوم الدقائق الأولى أتلة كومدريد دخل مهاجم دخل يبحث عن هدف أول وهالهدف الأول اللي كان يبحث عنه ما كان يبحث فقط على أنه يعوض لقاء الذهب في الدقائق الأولى سيميوني كان يبحث كما هو معلوم عنه في تاريخه في أوروبا من أول ما يجع على أتلة كومدريد عم يبحث عن نقل الضغط النفسي لأنه لو قدر يخلي الهدف الأول إله كان تشيلسي حيعيش ثمانين وخمس وثمانين دقيقة بدون جمهور وعلى ملعبه الهدف اللي بعده حيصير تكلفته كثير ثمينة كان يحاول يخلي الضغط على خصمه لكن ظهر وموضح أن تشيلسي كان متوقع هذا من سيميوني لأنه تكرر في الماضي كثير فابتصوا هذا الاندفاع اللي كان موجود في الدقائق الأولى وهذا كان نقطة أولى وضربة أولى من تشيلسي لأتلتكو ولو كانت النتيجة حتى تلك اللحظة سفر سفر بعد امتصاص الهجوم لأتلتكاوي في البداية تشيلسي سيطر على الكرة كما هو متوقع فريق ممتاز بالاستحواذ مسيطر كويس على الاستحواذ وأيضا فريق عنده حكمة متى يمسك الكرة ومتى يفلتها زي ما حكيت في إحدى حلقات سيلفي إنجلترا تشيلسي رفع الاستحواذ في أول 22 دقيقة فقط لا بس 67% بالنسبة له بس هذا الاستحواذ ما كان مجرد استحواذ كرة كان في استحواذ مساحة ملموسة لتشيلسي قبل الهدف وتأكدت في الهدف تشيلسي في حالته الهجومية لعند لحظة تسجيل وهدف الأول كان دائما قادر يحط لاعب اللاعبي في موقف مؤثر مرتاح بدون ضغط فشفنا تيجي الكرة ربما لكوبازيج ولا كانتي بقدر يسدد وكانت توصل لجيمس بقدر يلعب عرضية بدون ضغط وبعض الأحيان لها برسوسياش على مشارف منطقة الجزاء بقدر يحطه تمريره داخل منطقة الجزاء دائما كان قادر تشيلسي بتدوير الكرة ومع عدم وضوح استراتيجية أتلاتيكو الدفاعية مع المساحات اللي توفرت عند أتلاتيكو احنا منحكي عن فريق كان دائما قادر يحط لعب اللاعبي في منطقة فعالة مؤثرة خطيرة وبدون ضغط مع وقت يتصرف ويفكر حالة كانت توضح انه منظوم الدفاع أتلاتيكو مش صالح اليوم لمواجهة تشيلسي وغير جاهزة لا من حيث الأفكار ولا من حيث أدوار الرقابل والتشيلسي اللي كان مسيطر تقريبا ربما غلطة واحدة صارت من أسبل كويتا كاد تتغير كل اللقاء أنا شايفها شخصيا وحتى أكون صادق شايفها فيها طارد يعني سواء ركل الجزاء أو لا لأنه لازم نشوف الكرة وين كانت بالضبط لكن شايفها فيها طارد أنا طبعا فيش سمعت خبير تحكيمي من الماركة بيقول انه المسألة انه اللاعب ما كمل مسك عليه ففلته وبالتالي ليست طارد وليست فول وهذه وجهات نظر لكن أنا ما أتكلم عن وجهة نظري وأنا مش خبير تحكيمي فبس بعض الأحيان بتشوف أنه ممكن تلعب أحسن مباراة وهفو واحدة ضيق كل جهد اللاعبين ومن حسن حفظ تشيلسي ما صارت هذه الهفوة لكن من حيث جودة اللعب من حيث جودة الأداء من حيث المباراة كاملة لا نقاش باستحقاق تشيلسي لهذا التأهل وأكيد هذه اللقطة موجودة من ناقش فيها لكن أكيد أيضا أنه صعب تأخذها وتقول أنه هذه دليل أنه أتلتكو استحق التأهل بناء عن 180 دقيقة اللي كان فيهم اللون أزرق 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 أتلتكو مدريد من أول دقيقة وهو عنده مشكلة مع شغلتين في تشيلسي أنه تشيلسي عم بيصعد بالكرة بكل هدوء رغم ضغطه العالي بودي لك خمس لعين من أتاتكو بس تشيلسي هادئ جدا عنده استراتيجية واضحة دائما منشوف لعبته على الأطراف عم بيرسموا رسمة بسيطة للصعود بالكرة ودائما في كوفازيتش موجود في العمق وهو كانت يستلموا الكرة في العمق عشان تنتقل للأمام رسم مواضح خيارات تمرير عديدة ما كان يكفي عدد لعبي أتلتكو يقطعوها هذه الأولى الثانية مسألة التحول من الدفاع للهجوم عند تشيلسي دائما أتلتكو كان عاجز أنه يعرق لهم بمناطقهم دائما الكرة عم تتحول بشكل صحيح وتشيلسي بيلقى المساحة اللي يلعب فيها كرة على المنطقة الفارغة ومع سرعة فيرنر أو براغذة هفرتز أو زياج كانت تشيلسي عم بصير فيه موقف خطير على مرمى أتلتكو الشغلتين ما تعمل معهم أتلتكو من أول دقيقة بشكل صحيح فدفع الثمن فيهم بس قبل ما أشرح أكثر كيف دفع الثمن فيهم خلينا نوقف مع شغلي ثاني كان واضح يدر من أول دقيقة تشيلسي هذه أتلتكو يتوتر تشيلسي بمسألة تستعود بالكرة أهدى أتلتكو خايفوا بيصاد تشيلسي في مسألة الافتكاك بيحاول يرطلع الكرة أتلتكو عم بيرتكب أخطاء أكثر في مسألة حتى مواجهة المرمى تشيلسي بتشعر أنه هادي لعندما يصنع فرصته أتلتكو بتحاول تشوفوا ما بدي يفرضها بالغصب هدوء وارتداد هنشرح كيف لتنين كانوا سبب بنهاية اللقاء طبعا الهدوء شفنا طرزافتش اللي أكيد تساعد بتعميق مشكلة أتلتكو مدريد لكن روحوا شوفوا هدف تشيلسي الأول تشيلسي عم بيفتك الكرة النقل الأولى هادي للأمام في مساحة بنفس الوقت عندها هاورتز يتحرك فيها بتحرك بهدوء بدون توتر بدون استعجال وأيضا بتلقى مساحة أخرى عم بيستفيد منها فيرنر فبيرميلوا إياها هاورتز للمساحة الأمامية فبيركض فيها وفجأة بيل جزياش منطقة كاملة له منطقة جزاء مساحته كاملة فيرنر بياخذ كل وقته مرة ثانية بهدوء واستفادة من مساحة متاحة بيرعب لزياش بنتكلم عن ثلاث مناطق مختلف في الملعب عمق الوسط في منطقة تشيلسي على الجناح الأيسر في هجوم تشيلسي وفي منطقة جزاء أيضا في ثلاث مساحات متاحة ضد فريق اسمه أتلتكو مدريد اللي لما تلقى معها فرصة أنك تلعب روكنية بتحمد ربك هذا الشي كان واضح أنه تشيلسي اليوم عمل من أتلتكو أسوأ نسخة دفاعية شوفنا له إياها في مباراة كبيرة من سنين فكفك كل هذه المساحات فكفك كل هدول اللاعبين عن بعض فقدر يلقى ثلاث مساحات في هجمة واحدة بوريك أنه في مشكلة حقيقية كانت عند سيميوني أنه يعرف يلعب اليوم ضد تخيل ولازم أحكي اليوم عن دور كوبازيتش وأيضا كانتي كانتي ربما كان دوره الأبرز والأوضح في المسألة الدفاعية في مسألة الافتكاك بالكرة في مسألة التمركز الممتازة اللي كان يقضي على أي زاوية التمرير من الطرف تاعتلتكو للعمق تاعتلتكو كان ممتاز جدا لكن أيضا كوبازيتش كان مهم جدا في الصعود دائما من القام برجع بيستلم الكرة هو اللي بيكون المسؤول أساسي على استلام الكرة تحت الضغط عند خط دفاعه أو أطراف فريقه وبعد ذلك يكون هو بيخذ وقته بيرجع للأمام ويكون هو اللعب الأساسي في خط وسطه لنقل الكرة لتورة الأخيذ محورين فرقوا كثير بنصف اللقاء صراحة محورين كانوا أفضل من كل لعبة أثلتكو ممتازي في خط الوسط من حيث دورهم التكتيكي انضباطهم وأيضا قلة أخطائهم في كل اللحظة وأكيد جميعنا شفنا تجارب سيميوني في شوط الثاني اللي هو شعر أن الأربعة أربعة أثنين مش هي اللي بتلحل العكس اللي كان نفكره أول اللقاء فرجع لتلاتة أربعة أثلات مباشرة بين الشوطين ثم حاول ياخدها أكثر من شكل شفنا مرة بيرجع أربعة أربعة أثنين مرة بيحاول يلعب تلاتة أربعة أثنين واحد جرب كثير أشكال وكأنه ما أدرك أبدا في أي لحظة من اللحظات من المشكلة ما إلها علاقة كثير في رسمة الملعب مشكلة إلها علاقة كثير في أدوار اللعب لكل فرد في تحركات اللعب لكل فرد في فهم في كل لعب دوره بالكرة وبدون كرة هجوميا ودفاعيا هذا اللي كان كثير مبين في فرق بينه وبين تشيلسي تفاصيل تشيلسي أكثر بكثير من تفاصيل أثلاتكم المتعوب عليها وهون كان الفرق الحقيقي بين المفرقين وبين حتى المدربين وأكيد أيضا جميعكم شفتوا المسألة الكارثية اللي واجهها أثلاتكم مدريتي مسألة المراوغات وافتكاك الكرة احنا بنتكلم مثلا في الساعة الأولى من 11 مراوغة حاول يعملها تشيلسي نجح بتسعة رقب تبير جدا نسبة عالية جدا وشوفنا المراوغات السهلة وشوفنا زياش عم بمر وبلعب كرة بحط بيرنر أمام المرمة شوفنا هابيرت عم بعيدها أكثر من المرة بسهولة يوما ما كان دائما فيه كلام أنه أثلاتكم مدريد عنده جودة مخفية بكرة القدم اسمها جودة التكز أو جودة استخلاص الكرة لما يتواجهوا اليوم هذي اختفت تماما فضع سلاح أساسي عند أثلاتكم مدريد وتشيلسي فعليا بيّن كأنه أثلاتكم مدريد فريق دفاعي سيء تشيلسي ما كان كويس بس هجوميا دفاعيا أيضا كان عم بنصب أفخاخ فعليا حقيقية لأطراف أثلاتكم مدريد كان دائما عم بسمح للكرة توصل على مشارف الثلث الأخير وأول ما توصل على الطرف مشارف الثلث الأخير بتلقى زيا شي بيرجع مع كنتي مع الجمس مثلا على الجهة اليمنى وعم بيضغطوا على اللاعب بمنعوه يمرر أي كرة وبيجبروه يحاولي مر فرديا ودائما كانوا يفتكوا منه الكرة وينطلقوا منه هناك لدي فعل الهجوم نفس السنان وكان يصير على الجهة اليسرى هذا الشي كان عم بيعزل أطراف أثلاتكم مدريد وعم بيخليها تقع بالفخ مرة تلو المرة عمل كبير عمل تنظيمي بلا ولا هفوة إلا مرة أو مرتين ربما جاءت منهم فرصة أو فرستين لأثلاتكم لكن دون ذلك التقديم والتقدير والتركيز كان مثالي بتطبيق هاي الأفكار بالمجمل بقدر أحكي اللي حكاها كابله عن مباراة أطلنطا وريا مدريد لم يكن هناك مباراة أصلا يعني في المئة وثمانين دقيقة التشلسي فعليا الفريق اللي مرتاح التشلسي فعليا الفريق المتحكم بالكرة التشلسي فعليا اللي كل أفكاره ماشية عادي كأنه بلعب مباراة عادية مش مباراة مصيرية التشلسي فعليا اللي هو مش مضطر يجرب ويبدل ويغير كثير خلال اللقاء في حين في شخص آخر بتحس إنه بدأ تهتز شوي ثقته بنفسه ثقته بأفكاره الأساسية عم بحاول يخلق نسخة جديدة من نفسه ما بعرف إذا حينجح وما بعرف إذا حيلحك لأنه عليه ضغط كبير في الدوري ولو خسر الدوري صعب جدا تتخيل إنه يقدر يكمل إلا إذا فعلا عنده قوة إرادة ما إجا مثلها بس تضيع حدي الفرصة لتجيب الدوري صعب توثق فيه مرة تانية كمدرب لأتلتكو لو بدك تجيب الدوري أما لو أنت موافق تتأهل دوري أبطال وتتأهل دوري 16 فهو المدرنب المثالي اللي دائماً حيأهلك دوري أبطال وحيأهلك دائماً لدوري 16 في دوري أبطال أوروبا هذا قرار إداري أكثر من قرار رياضي بالنسبة لأتلتكو مباراة مثالية مباراة بتخليني أحكي بصراحة صاحب تشيلسي كان خارج كل التوقعات أن يكون مرشح يجيب لقب دوري الأبطال وما زال حتى الآن ما حدا بتجرأ يسميه لكن التحكم الهدوء الشخصية التفاصيل اللي بيلعب فيه هذا الفريق حتى اللحظة تخليك تقول ما فيش داعي نستبعده كثير من الحسابات هذا فريق بقدر يأذي أي حدا من نفس الوقت طبعاً بنعرف أنه لسه تفي مرحلة التطور فطبيعي جداً جماهيره تحاول تبعده عن الضغط وما تحاول تستعجل وتقول لا رشحونا فريقنا لا لقب نوصل هنا نهاية حلقة سيرفي أوروبا أذكركم تشتركوا بقناة سيرفي سبورت عن يوتيوب أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وعملونا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة